لا أحد ينكر الدورة الريادية الذي طالما اطلعت به الإذاعة العمومية وما تزال تجاهده للبقاء عليه في مختلف دول العالم منذ ولادتها على غرار الإذاعة التونسية غير أن المشهد السمعي تغير مع ظهور الإذاعة الخاصة خارج فلكها ما جعل الحفاظ على إشعائها طيلة عقود في حاجة إلى إصلاحات جوهرية عملية تدارك سهلة وممكنة على اعتبار أنها فيها الرسيد البشري الذي قادر يقوم بالعملية هذه باقتدار وكذلك عملية استيعاب التطورات الجديدة الكفاءات متاعنا والانفتاح متاع تونس في المحيطة متاعها يسهل العملية هذا لكن هذا يبقى ديمة رهين قرار سياسي أنه يكون فما أصلاح للإعلام العمومي جهانات الإذاعة العمومية أمام تنامي الإذاعة الخاصة ملف ترحل النقاش خلال افتتاح أعمال اللجنة الدائمة للإذاعة العربية بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية لمتابعة تجارب الهيئات التي اختلفت فيما بينها من ذلك تأكيد مدير الإذاعة الأردنية عدم هيمنة الإذاعات الخاصة على المشهد السمعي في عمان بعض المنافسة لكن هذا لا يعني أن الإذاعات العمومية فقدت بريقها على الإطلاق الإذاعة العمومية في الأردن تحديدا وأنا أؤكد كلامي بأنها ما زالت مستمرة لا زالت تستمتع بنفس الخبرات والكفاءات لها القدرة على توجيه كل ما تراه مناسبا فيما يخدم المصلحة الوطنية وبالتالي المنافسة موجودة لكن لم تتأثر الإذاعة الأردنية بها الإطلاق والعلى المشهد في الأردن له تشابه كبير مع إذاعات أخرى في العالم العربي غير أن الإذاعة داخل أراضي فلسطينية لها رهانات أكبر من منافسة القطاع الخاص لها وتهديده لذي ممتها وهو التنكيل والتضييق الذي يواجهه الصحف الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند النقله للخبر الإعلام الرسمي أو الخاص في فلسطين يتعرض لمضايقات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء في التغطيات الخاصة قبل نحو أسبوع هناك عدد من المراسلين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامهم مدينة نابلس وإضا خلال المواجهات التي تندلع يوميا في كافة محافظات الوطن يتم الاعتداء على طواقم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطيني ولم يفوت الحاضرون فرصة لتلويح بالخبر المؤسف الذي تقبله روايد الخدمة العربية لراديو بي بي سي وأحدث حالة للحزن في مواقع تواصل الشمعي في العالم العربي حيث سيتم تحويل البث من الأثير إلى الإنترنت بغية توفير المدخرات السنوية لخدماتها الدولية ونقاش ما زال على أساس أنه إغلاق البث التماسولي لتكلفته الكبيرة والبث عبر الإنترنت لزيادة الكفاءة وزيادة شرائح المستمعين والحقيقة كما ذكرت وكما ربما عرضنا للمقطع المسرحية المشاهدين البي بي سي أنها مرتبطة بالتأكيد في وجدان المستمع في العربي والمستمع العالمي بصفة عامة 84 عام من البث كإزاعات موجهة وتتواصل أعمال اللجنة الدائمة إلى غاية الخميس المقبل